موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد حقه كما يستحقه حمدا دائما أبدا والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هي أم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام ولادتها نسبها عطاءاتها مواقفها في الجواب نقول هي السيدة فاطمة بنت خزام بن خالد بن ربيعة أخي لبيد الشاعر ابن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصع الكلابية وأمها ثمامة بنت السهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب والملاحظ أن نسبها سواء من ناحية الأب أو الأم يتضمن أسماء لامعة كفرسان شرفاء أبات حتى قال عقيل بن أبي طالب ليس في العربي أشجع من آبائها ولا أفرس ومنهم عروة الرجال صاحب الرفادة والرحلة إلى الملوك وهو الذي أجاز حمولة الملك النعمان على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد وتهامة ومنهم عامر بن الطفيل الذي كان من أبرز فرسان العرب حتى أن قيصرا عاهل الروم إذا قدم عليه وافد من العرب فإن كان بينه وبين عامر بن الطفيل نسب أو صداقة عظم عنده وقربه وأكرمه وإلا أعرض عنه وقد بلغ من سؤدده أن يأمر مناديه في عكاظ هل من راجل فأحمله أو جائع فأطعمه أو خائف فأؤمنه ومنهم عامر بن مالك ملاعب الأسنة الذي أرسل بعض الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع لبيد بن ربيعة فلم يقبلها لأنه صلى الله عليه وآله لا يقبل الهدية من مشرك لكنه أخذ حثوة من الأرض فتفل فيها وقال للبيد دفها بماء ثم سقه إياها وكان بملاعب الأسنة داء الاستسقاء فشربها فأطلق من مرضه ولم يقتصر النبل على الذكور من آبائها بل طاول الإناث أيضا حيث كان من جداتها زينب بنت مالك والشاعر المفوهة زهراء الكلابية وفاطمة بنت الضحاك الكلابية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وقد روى لنا التاريخ منامين حصلا الأول لأبي أم البنين والثاني لها فقد كان والدها حزام بن خالد في سفر مع جماعة من قومه فرأى في عالم الرؤية كأنه جالس في أرض خصبة وبيده درة يقلبها وهو متعجب من حسنها ورونقها وإذا به يرى رجلا قد أقبل إليه على فرس له فسلم وقال له أتبيع هذه الدرة فأجابه حزام وكيف أبيع ما لا أعرف قيمته فقال له الفارس أهدها إلى الأمير أضمن لك الحظوة عنده والشرف والسؤدد إلى أبد الآبدين قال حزام أو تضمن لي ذلك فقال نعم فناوله الدرة فلما استيقظ قص رؤياه على أحد أصحابه فقال له إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك عظيم من العظماء فتنال بسببها الشرف والسؤدد وما إن عاد من سفره حتى وجد زوجته قد وضعت بنتا فسماها فاطمة وكناها أم البنين أما الرؤية الثانية فقد حصلت لأم البنين حين رأت أنها في روضة ذات أشجار مثمرة وأنهار جارية وإذا بها ترى كأن القمر قد انقض من كبد السماء ووقع في حجرها ثم تلاه ثلاثة نجوم زواهر فتعجبت من ذلك وإذا بهاتف يهتف بشراك فاطمة بالسادة الغرر ثلاثة أنجوم والزاهر القمر أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول كذا قد جاء بالخبر فذهلت وانتبهت فقصت رؤياه على أمها وإذا بأبيها يدخل ليخبرها أن أمير المؤمنين عليا قد أوفد أخاه لخطبتها وقد جرى حديث هذا الزواج حتى وصل مع الزمن إلى كربلاء فقد تنحى زهير بن القيم بالعباس عليه السلام صبيحة يوم العاشر فقال له اعلم يا أبا الفضل إن أباك أمير المؤمنين عليه السلام لما أراد الزواج بأمك أم البنين أوفد أخاه عقيلا قائلا له أريد امرأة من ذوي البيوت والحسب والشجاعة والنسب لكي أصيب منها ولدا يكون شجاعا وعضضا ينصر ولدي هذا وأشار إلى الحسين عليه السلام ليواسيه في كربلاء وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم فلا تقصر على حلائل أخيك وعن أخواتك فارتعد العباس وتمطى في ركابه حتى قطعه ثم قال والله لأرينك شيئا اليوم ما رأيته قط وأنا ابن أمير المؤمنين ومن عظمة هذه السيدة أنها جمعت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام وقالت لهم حين دخولها بيت علي عليه السلام أنا ما جئت لأحل محل أمكما فاطمة وخنقتها العبرة أو خنقتها العبرة وقالت فإن رضيتموني خادمة لكم وإلا فإني راجعة إلى دياري فرحبوا بها ثم طلبت من زوجها أمير المؤمنين أن لا يناديها باسمها فاطمة حتى لا يتأثر بن فاطمة كلما سمعوا اسم أمهم وأن يناديها بكنيتها أم البني وقد أنجبت ذكورا أربعة العباس عليه السلام كبيرهم قمر العشيرة وعبد الله وعثمان وجعفر استشهدوا جميعا يوم الطف وقد بلغ من ثقة الإمام عليه السلام أنه أخبرها بما سيجري على كفيء بالفضل ولدها وهو طفل في المهد وطبيعي أن لا يعهد المعصوم بالأخبار الغيبية لمن ليس أهلا لذلك وأهليته هذه ظهرت من جملة ما ظهرت بها عندها في صبرها واحتسابها عند بلوغها خبر شهادة أولادها وقد ذكر الهمداني صاحب كتاب كنز المطالب أن وفاتها كانت في جماد الثانية يوم الجمعة من العام الرابع والستين للهجرة حيث دخل الفضل بن عباس ابن علي يعني ابن ابنها عليه السلام على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأخبره بوفاتها أي بعد واقعة كربلاء بثلاث سنوات على الأرجح وذكر بعض المحققين في هامش كتاب الوقائع والأيام أن وفاتها كانت في نفس يوم وفاة السيدة الزهراء عليها السلام أي الثالث عشر من شهر جماد الآخرة على بعض الروايات وقد دفنت في البقيع في الزاوية اليسرى بعد باب الدخول حيث ما زال قبرها محط أفئدة المؤمنين والزائرين لا ريب أيها الإخوة أن هذه السيدة الجليلة العظيمة العظيمة النسب والعمل كانت وستبقى حاضرة في وجدان الأمة تكريما لها في حسن تبع علها مع زوجها علي عليه السلام وفي موالاتها للسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في حياتها وبعد استشهادها وفي حسن رعايتها للحسنين وزينب وأم كلثوم ولعظم من أنجبت من بنين سطروا ملحمة تاريخية رفعوا فيها سقفا عاليا في الإباء والإيثار والفداء وفي ثباتها وصبرها وتعلقها بالحسين عليه السلام أكثر من تعلقها بأولادها إلى الكثير الكثير مما لهذه العظيمة مما آثرة يجب على المؤمنين إظهارها وكشفها لتكون مثالا يحتذا به ولا ريب أن كثيرا من إخواننا المشاهدين يعلمون ما لها من كرامات ظاهرة حيث يتوسلون بها بين يدي حوائجهم ولا غروة أن يستجيب الله عز وجل ببركاتها لدعائهم وتوسلاتهم لأنها ممن رفعوا لواء الحق وضربوا مثلا أعلى في حسن الموالاة لمحمد وآله صلى الله عليه وآله هي إثارة مختصرة أحببت أن أضعها بين يدي المشاهد الكريم تبركا باسمي وكرامتي هذه السيدة الجليلة ولا يفوتني أن أذكر أن سيرتها العطرة بثت في الكتب تحتاج إلى من يقوم بجمعها وإعادة تنشيطها لتكون مؤلفا كاملا إن شاء الله يوفق أهل العلم لذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر